التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي نظيره الصينية بان كونغ حيث ألقى حسن عبدالله كلمة أمام الحاضرين وهم من كبار ممثل المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزي الأخرى والذي أكد خلالها محافظ المركزي على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين كما أكد المحافظ تطبق وجهة النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة في شؤون الاقتصادية والمصرفية كما ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور القيادات من الطرفين ناقشا خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين واتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة والمساهمة في الاستقرار المالي كما تم مناقشة أيضا عزم القاهرة إصدار سندات البندا المقاومة باليوان الصينية وأشار محافظ المركزي لهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدا في السوق المصري والعكس صحيح ذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجها الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصري وأوضح محافظ البنك المركزي أن مصر تلعب دورا كبيرا في بنوك التنمية متعددة الأطراف كما أعرب عن أمله في التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وأفريقيا عن طريق مصر من جنبه أكد محافظ بنك الشعب الصينية بان كونغ شانجا على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر ترجمة نانسي قنقر